والحقيقة يعني إذا عندي يعني فخر أن أنا أتكلم دايما عن تاريخي وأنا بتكلم مثلا عن تديات فين أو اشتغلت في تحالي شرطة ومنتخبات من دواعي الفخر الكبيرة لي أن أنا أشتغلت في نادي الأهلي وحققت مع كابتن ميدو فأقل من سنة يعني الحمد لله بتلطين دوري واحدة كاس فأقل من سنة فده طبعا يعني حاجة طبعا يعني منتخل خلي بالك أن تجعلها لك مسؤولية صعبة لأنه موسم حتى كابتن محمد مثال هو اللي بيلم ورانا سامح اللي بيلم ورانا الحقيقة أنا كنت دايما أنا كنت دايما القوضة بتاعته يعني التلات أربعة الصدر ده بأمانة أنا كنت دايما أقول لك كابتن ميدو يعني أي حاجة بتحصل أقوله إيه طب حيك بس تطم نسيبي الموضوع وهو كده كده في المعادة اللي اتفقنا عليه هتلاقي إن شاء الله الأمور جاهزة وطبعا دكتور آف فخر الدين دكتور أعظم اللي معانا الراجل كان في منتهى التعاون الراجل كان بيعمل كل دوره وأنا كنت بكمل لكن الحمد لله سقط الجهاز وسقط اللعيبة في الشغل اللي احنا بنعمله كان بفضل الله بيجيب نتايج والحمد لله ما تعرضناش لمواقف يعني خلال تغيير الماتشات يعني كابتن خالد كان يكلم كابتن ميدو يقول له الماتش تغير إيه تاخد المعادة كنت بحاول أشغل اللعيبة بقى بشكل يعني بره ببعد فيديوهات للعيبة تشتغل في البيت كنت دايما بحاول إن إحنا يعني نعمل ميكس كده في الشغل ما بين إن إحنا نشتغل في النادي أو نشتغل في البيت حتى بفترات التوقف حتى اللعيبة اللي كانت بيجي لها يعني كوفيد الأسانسير سوى وإحنا من القوتيل عبدالله بيتضرب لك دايما مثل كده نموذج في الالتزام يعني بننزل في طاري بهو أول واحد بننزل بالرغم أن هو يعني كابتن الفريق وسوبر ستار وأشخاص كبيرة بلايند يعني وأنت مغمض بتنزل على معاد الأكل تلاقي أول واحد تنزل على معاد الجيم تلاقي أول واحد هو أحمد فده مش بيجي الحقيقة من فراغ بيجي من من أتيتيوت هو حاطت نفسه فيه طول الوقت لو حرتك لاحظت دايما يعني أنا دايما بحب أشوف عبدالله هو حتى مثلا مع أولادي يعني أنا أصغر ابن عندي بودي إن شاء الله يبقى لعيب كويس يعني فولي هو عبدالله النموذج بتاعه يعني حتى بيكلمه بعض دايما في التليفون ساعات عبدالله يروح يزوره في النادي يعني عبدالله ما شاء الله يعني يعني عايز حداك مثلا راجع كده في المطش هو بيلعب إرسال عين وفيها تحدي ما شاء الله بيديك يعني يعني أريحية كده وانت قاعد برا الرجل ده عنده آه الرجل ده عنده وحتى قبل المطش مصبوط من رسالات عبدالله يعني أنا فاكر برا عبدالله السنة دي أو السنة اللي فاتت عشر رسالات ورا وعد في مطش يمكن مصبوط يعني آه أنا فاكر حاجة زي كده آه قبل المطش وانا بتكلم قبل مطش الزمالك ده وانا بتكلم معاه في القوتيل بسندوق الاسود خلي بالك ايه بس كل حاجة بسيلي كده في القوضة عندي أنا كنت لسه أخد التطعيم وكنت يعني مجهد شوية من التطعيم فجالي القوضة يعني قال لي ما تقلقش احنا نكسب 3-0 ما تقلقش وبطمن تماما يعني وفعلا حتى وإحنا مع المعاضي في المنتخب عبدالله بيبقى يعني عنده حساسية كده لكل حاجة فعلا يعني اشتركوا في القناة